اشتركوا في القناة 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 طيب كم المقاز اشتركوا في القناة 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 الفرامي الممتازة لأنه كده النزول. نحذره. فكتب هذا القصيدة في إحدى الليالي كان الجو جميل الجو لطيف. فنامت بالحوش. هذا كيد شراب ما شاء الله برك الله قرحت الديار وتعلمون الجو الرباني ما في احلى منه احلى من الكيفات. وحتى النوم قبه ثلاث ساعات اربع ساعات يغنيك عن ثمان ساعات في المدن. فكتب هذا القصيدة فديك الليلة جننته البعوضة. النموس. جننه. صحي الصباح حك حك. وكتب هذا القصيدة المخضرمة في هذه البعوضة. فقال فيها. ردوا معي اخر كلمة يا جماعة. يقول فيها في ليلة مخلطة. واسطح مبلطة. وكهرب منطفئ وفرشة مغبطة. مدد جسمي حالما برومة ممططة. على شوفوا الموسيقى حقيته طبعا في البرة كيدي عندنا الموسيقى كلها هذه. على نباح الكلب او على مواء القططة. وفجأة لاحت لنا بعوضة مسلطة. فوزرطت في ادنيتز. يا حول تلك الوزرطة. كأن فيها ورشة وبنشرا ومخرطة. حتى انت تبت قائما وقلت اني مصفطة. أدرت فوق سطحنا معاركا مخططة. لسعه معرفة. لكنها بعوضة محتالة مخبطة. يا سلام. لكنها بعوضة محتالة مخبطة. وفي دواج الدوية لكنها بعوضة محتالة مخبطة. مبزوطة. أصفع وجه لناتت من فوقه مبحطة. ألدح وظهري قرمت بنفسها مزحلطة. وان ضربت كرشتي رأيتها مبنطة. حتى صنعت خطة متقنة مضبطة. مضبطة. جلست فيها جامد كجثة محنطة. وهي تدور تبتغي جبهة المنبسطة. خوين الشاعة جبهة كبيرة ما شاء الله. زي جبهات راضي الشماء ما شاء الله. أول واحد لقدامكم. جلست فيها جامدا كجثة محنطة. وهي تدور تبتغي جبهة المنبسطة. سبعة عشر عشرين. وهي تدور تبتغي جبهة المنبسطة. فحينها صفعتها كأنها ممغنطة. ورفت أجد فرحا بالنصر في المرابطة. لكنني حين سمعت بعض الوزرطة طلع باقي نموس. وإلى المطولكم وسلامتكم. طابت لياليكم كل عام أنتم بخير. أمن العايدين الشفر التقليل لزميلي المنشد أيثام الحمود والشباب والداعمين أيضا لهذا الحفل وهذا الكرنفال. محددكم عبدالوهاب بن عمواط السلمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولن تذهب حتى نأخذ منك بعض الكلمات ونعتبر منك. فقد أتيت وقد أثار الخبر أنك ستتأخر فبدأنا حياك الله وبيعك. نحن السعادة بمجيئك ونحن السعادة بمجيئ الأخ. حيثم نسأل الله يبارك فيكم جميعا. لحيث أن الإفترض أن يكون في عشاء ومأدبة لمثلك. أنا محظم للزواج يتوربني. أنا محظم للأخيرة. وهو معزوم. ونحن أيضا لا نريد أن نتأخر عليكم فألغينا هذه المأدبة في هذه السنة. لكن إن شاء الله لعلها تكون في السنوات القايدة. شكرا لك، وبرك الله فيك. لأحبة يدعو لك بالزوج الصالحة ما تزواجك نحضر زواجك. أحياكم الله يا جماعة، أحياكم الله يا مرحبا بكم. أحياكم الله برحا فى الله تشرفوني أبدا. الأسلام ما حددت المكان أبداً لاك إذا حددت وأبشروا. أكلم سلحم جداوي كل المقرفون يقول لكم. بس بفرش فرحة الله يحييك فيك شكر الله تحية تحية للأخ الكريم مبارك الله فيه وفي مجيء هذا الشيخ محمد الأحمرين وإمام مسجد النور شكر الله لكم جميعا أما وقد بدأ الشعر فلدينا في هذه الليلة شاعر قد غنى بالكلمات وتراقص بالحروف إنه الشاعر ذيب الأكلبي فليتفضل وأهلا وسهلا فضل الشيخ ذيب حياك الله معنا في هذه سنأخذ بعض القصائد ثم سنأخذ أيضا بعض الألعاب للشباب حياك الله انتظروا أيها الإخوة انتظروا مجريات هذا الحفل على اليوتيوب حفل معايدة أهالي مخطط الحمدانية غدا أو بعد غدا إن شاء الله أعيد الكلام الشيخ مسلم ما سمعنا أقول انتظروا إن شاء الله ما حصل في هذه الليلة بالصوت والصورة على اليوتيوب موقع اليوتيوب الشهيد موقع الصوت والصورة الشهيد سينزل إن شاء الله بالصوت والصورة يوم أو يومين ابحثوا عنه فقط اكتبوا حفل معايدة أهالي الحمدانية حياكم الله الآن وبعد هذه الجولة الطريفة مع هذا الشخص الطريف الذي نحبه حب الأخي لأخي الذي يشرفنا دائما بهذه المتعة الرائعة على قناة المجد الأخ عبدالوهاب السلامي ثم ننتقل لأنه ختم بالشعر فننتقل إلى الشعر وسيكون معنا بعد قليل كلمة لرئيس لجنة الأئمة وخطباء مخطط الحمدانية الشيخ محمد الأحمري في نقاش بسيط لبعض الأمور حياك الله شاهدين الأحبة يعرفون أن الشعر ديوان العرب فماذا لديك اختر لنا قصيدة تبدأ فيها فما بعد ذلك إن كان من المجمهور من يعرف قصائدك اختار لنا أو ندعي الاختياط لك في القصيدة الثانية عندي عدة قصائد منها وطنيات ومنها قصائد لتعبر عن نفسها ومنها كل قصيدة تعبر عن نفسها لأنها ما هي جديدة أكثر عقدة ومنها يريد أن يكون من المرأة وخاصة فيها وطنيات ومنها يريد أن يكون من المرأة والمالك ومنهم يستاهلون ومنها قصائد فيها وما حضر قصيدة هذا الأحد أما قالت لك سيدة وينجدها عشان إذا قولها قدام الرجال ما يسرح مشكور الله بي بارك الله فيه سؤال فيها بياتها سويتها هنا جانسة سلم عربة رأيها البيجة أقول فيها طلبة الله في حكم طلبة الله في ورود الحكم مستورا ثم بعدها صلاتا على سيد البشر يا سلام الله لكم يا الوجي الفادية لو دعيتوا بالقباية تجي من كل ديها من تجيت من يجي لدعوة الناس من يتينا من يجي لدعوة الناس من يتينا طلبة الله في ورود الحكم مستورا ثم بعدها صلاتا على سيد البشر يا سلام الله لكم يا الوجي الفادية لو دعيتوا بالقباية تجي من كل ديها من يجي لدعوة الناس من يتينا يا النار يا النار يا النار يا النار يا النار يا النار من يجي لدعوة الناس من يتينا سلامكم سلمت و جميل هذا الصوت و جميل هذا الدراث الجنوبي الرائع وهي من القصائد التي يغبط الجميع قائلها و شاعرها لأنها تأتي بما يسمى فن الشكر فيقسم الكلمة إلى آخر كلمة إلى نصفين الشاعر الأول يبدع والثاني يرد عليه حيث الله هو كل تفاعل من هذه الحصيلة أما الثانية فندعها إلا الاختيارات أجل بما أنك سأذكر القصة قصة المطرفون يسمعها الجميع قصيدة في الملك عبدالله عندما ذهب إلى أمريكا الملك عبدالله طول الله عمره و حفظه إن شاء الله لنا و للجميع كان ولي عهد و راح لغلاية المتحدة و طلب منها الرئيس بوش كلمه قال أن الشعب السعودي من الأخير صار ما يعني أن الشعب صار ياك في رأيك راح الشعب الأمريكي فالملك جزاغ الأخير رجل شجيع قال لا مهم بس المملكة كل الدول العالم قال ليش قال من سياسة كلمة يعني كلمته ما عد يقدر استطيعه بكلابية لكنه رجل شجاع و يقول الكلمة في محله فقلت قصيدة بمناسبة الكلام أقول فيها يالله يرى على المزول المرديف يا مرسل محمد عليه السلام تحفظ لنا شيخ المهمات و القيف يشهر كما يشهر قوي العزام يا مرحبا ترحيمة الأرض بالصير يا مرحبا بك يا رفيع المقامي يا مرحبا يا مكر المجار والضيف وعداد ماهل المطر والعسامي قلبك لنا وقلوبنا لك مواريف حبك جرى بعروقنا واستدامي من فرحة بالوفد الأقبر المناكيين ننفر كما ينفر جراد التهامي بقيادة بمتعف يمين التواصيل من دون شعبة ساهرة ما ينامي درع البهد يفصل كما يفصل السيف نعم الرجال اللي يشد الحزام يفداه ناس اللي ينكرون المعاريب يفداه ناس اللي ينكرون المعاريب أهل الرداهم مرددين الكلام مهمته الأعلام وأهل السوالي صعب مقامه ما يعود انهزامي في البيت الأبيض صروا في الراي تصريف الهرام يتم مصادها كل رامي ما كل واحد قال ما في البيت الأبيض صروا في الراي تصريف الهرام يتم مصادها كل رامي مضاق من طول السفر والتكاليف دول العرب حوران واليو حابي تعيش ياميرا على الخصم حريب ريه الصديق وللمعادين سابي حنا الحرس بديك نمشي على الكيف زوتنا بالمعرفة والنظامي وزيارة تعطي محبة وتشريف ولكل ولا يا سيدي كل عام سلامك سلمت سلمت أزاك الله خير وقصيدة جزلة نسأل الله أن يبارك فيك ونستخدمك في ضاعته ونسأل الله أن يبارك لنا فيه ومتعب وأن يجعل إن شاء الله هذا البلك آمنا دائما مطمئنة شكر الله لك وبارك الله فيك أنا أعرف أن الشباب لو تقعد معهم للصباح ما يعني ما سمحوك تطلع من هنا فبإذن الله نناخذ منك لكن حتى نرجع لشاعرنا الشاعر الجميل ديب بن حزام الأكلبي سنقف لمسابقة بسيطة مع شباب الثانوية وأبغى أربع شباب أو خمس شباب ثانوية والشيخ اللي اسمعنا جالس حيها الله أربع أو خمس شباب من شباب الثانويات أبغى شباب سكرتات أبغى ناس تعال انت اللي يصور طالعوا فيه شباب عشان ينهج تعال خل الكاميرا زي ما هي وتعال تعال يا اللي جنبه أبو ضحكة وابتسامة سيقنال 2 تعال حبيبنا نبغى شباب ثلاثة ثانين ثلاثة شباب ثانين يلا شباب يلا مالكي خلاص لا يتورد تعال 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 طلبنا تعال لا تردنا بس لا لا يلا شباب أربع شباب ثانويات بسم الله وهذا واحد جاي يلا يا شباب يلا مالكي تعال يلا يا شباب اللي وره هناك يا شباب انطيري الشباب اللي هنا تعالوا تعالوا الثلاثة تعالوا يلا أنا أعرفكم شيجعان ما فيكم أحد جبان أشوف يلا تعال تعالوا يا شباب حياكم حياكم هذا ثلاثين وصلوا بالله يتحية لهم يستعلوا انتحية لا يعجبني الشخص اللي فعلا واثم نفسه زي الشباب يلا يا شباب يلا يا شباب والثلاثة قاموا حيالوا يلا تعالوا 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 حياكم طيب خلاص أربع يكفون الله يحييكم كيف الحال ذكرنا اسمك أنا أعرفك لكم ما يعرفوني مازن حياك الله يمازن مازن من الشباب المفعونين مع المندوبية حياها الله دائما حياك الله مالكي محمد يحيي المالكي حياك الله محمد أهلاً وسهلاً أهلاً بالشباب تعالوا هنا قدامينا حبيبنا عمار أيضاً انطيري حياك الله زياد الاعتيني زياد الاعتيني حياكم الله شباب شباب في مسابقة بسيطة ما بنطول فيها لكن ترى في مقلب يحصل في نهاية المسابقة لذلك ركزوا معي زياد عم ذيب تعال على الكرسي هذا عشان بسي الشباب يزعجونك شيل الكرسي اللي عندك امسك هذه وزعي البلونات كل واحد دخل بلونة بسرعة شباب نعدونهم الثلاثة خلنا شون يخلصونا دا واحد اثنين كل واحد دعوا بلونة فا لا عدوا معي واحد اثنين ثلاثة طلعوا البلونات شوفوا الحين المسابقة وشي المسابقة 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 أنا بنقفل هذا يدخلها هنا المسابقة يا شباب أول واحد يخفص البلونة يفخها زين ويربطها الشباب يعدون إلى عشر بنوقف نستعد هدوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذوها ثانية سبعة تمامية تسعة عشرة بس بس أربطها أنا لو أدري أنها كيدا بس خلاص خلاص أربط ننفخ اللي عندك دم نحن أحد خن ننفخ اللي عندك ننفخ اللي عندك من زينين أو ما ننصح ننفخ اللي عندك لن تنفخ أربط ننفخ لها اسماء كثير بس يعني اسلم طيب عندنا ثلاثين صاحباً أعد كل واحد منهم أعد كل واحد منهم مخلاق شكراً يا عماو وشكراً يا عتيبي اتفضوا استريهم احنا نود لنا نجيبنا زيادة لك اسم المسابقة كالتالي معدة ثلاثة كل واحد منهم يحافظ على بلونته كل واحد منهم ايش ما اسمع يحافظ على بلونته عنده من خاش في اليد اليمين وعنده بلونة في اليد اليسار ما يخرجون عن إنسان ما يخرجون عن هذه المنصة ايش يسوي كل واحد منهم عشان نركز لا احضر انا اقول كل واحد منهم يحافظ على بلونته واحد اثنين ثلاثة ما ليش ترجعها لهم كل واحد يحافظ على بلونته احضر احضر اعرفش كنت انا كل واحد يحافظ على بلونته عيدوا معي كل واحد يحافظ على ايش كل واحد يحافظ على بلونته بلا فاحتنين حبا كنت افترض الأحضر لحد احضر احضر افترض أن ينصب كنت لانه أصلا ما فهمنا اسأى ماذا بلونه اعيد اعيد كل واحد منكم يقوم بالوصف شما تقول شكراً للمشاهدة 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 وجاهد بفكره وقلمه وسائل إعلامه وغير ذلك شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة فأشكر الأستاذ علي القرني مقدم هذا الحفل على كلماته الرائعة واسلوب إدارته لهذا الحفل وأسأل الله عز وجل أن يرفع ذكره وذكره في الدنيا والآخرة لجنة الأئمة والخطبة وليقة الأحبة تهتم لكثير من المناشط وتتابع المساجد والجوامع أيضاً من ناحية ضبطها وتهياتها للمصليين سواء في رمضان وخلافه أيضاً لقاءات شهرية مع الأئمة أيضاً للإشراف على المسابقة الأخيرة التي حصلت في الجوامع والمساجد ووزعت وبعض الجوامع أقام حفلة مستقلة وبعض الجوامع إن شاء الله في طريقها إلى إقامة ذلك الحفل إلى غير ذلك من المناشط حتى لا أعطي يا كلا شخص محمد فكرة هذه اللجنة وهي تبع طبعاً تبع مندوبية الماجد فكرتها وما هي أنشطتها والله كما أسلفت الفكرة هي نابعة من اهتمام المسلم بقضية أساسية وهي المسجد إعمارها بذكر الله عز وجل وقبل ذلك تهيئتها ويعني محاولة الإشراف عليها أو أخذ الأفكار من جامع إلى جامع أو من مسجد إلى آخر حتى تعمل فائدة لجميع الذين يرتادون ذلك الجامع أو المسجد وثم تنشطة متعددة يعني كنا من أشهر ما قدمناه دورة في الخطابة للنشأ والأشبال وكانت على مستوى حي الحندانية وبإشراف مندوبية حي الماجد لحي التابعة لها وآخر ما عملنا قبل رمضان الدورة العلمية الصيفية الأولى على مستوى المساجد والجوامع التابعة للمندوبية وكان لنا شرف احتضان هذه الدورة في جامعنا جامع النور بحي الهدى وكان معنا نخبة جميلة جدا من الآضاء والمشرفين والأبناء إلى خلاف ذلك والقادم الشضاء أكثر وأكثر بإذن الله شكر الله لك شيخ محمد أخيرا من يريد التواصل معكم هل يذهب إلى مكتب الدعوة أو مندوبية الدعوة ويسجل رقمه واسمه وتواصلون معنا بالرسائل التي في محاضرات أو في قيوف للحي والله هذه هي الوسيلة الناجعة التي ننصح كثير من الإخوة ونتشرف أنه يزورنا في مندوبية الماجد وهي موجودة بجوار أو ضمن محتويات جامع البراء بسأل الله لأجر والمثلوبة لمن شيد مثل هذا البناء وأن يبارك له في ماله وجهده وعياله وأن يصلح له الحالة والمآل إنه سميع جواد كريم فكم دعم من ماديا ومعنويا لمثل هذه الأنشطة وخلافها وكل إنسان وأنا بالمناسبة يعني ختاما لهذه الكريمة والله يا إخوان أن تمت أناس ربما يعني جنود مجهولون لم يخرجوا على الساحة ولم يكونوا أمامكم في المنصة إلى غير ذلك والله أنهم بدلوا من الجهد ما الله به عليه وأيضا من الجيران والأحباب وتحملهم وأعطاؤنا أفكار وغير ذلك يعني ربما كما قيل لعمر بن الخطاب عندما ذكروا بعض الذين هلقوا في إحدى المعارك ثم أخذ أراوي يعد ناسا يقول ثم بعد ذلك يقول والله ناس لا نعرفهم يا أمير المومنين قال وما ضرهم أن عمر لا يعرفهم فكثيرا من الإخوان الذين ساعدوا وهيئوا مثل هذا المكان وخلاف ذلك وذهبوا وأحضروا كثيرا من المناشط والله يبقى ما لا تعرفونهم بأشكالهم ولا بأسمائهم لكن حسبهم كفاية أن الله قد علم جهده أكر الله لك السؤال الأخير والمحرج أين أنس هذه الليلة؟ الأنس موجود للأسف الشديد لقد احضرته ومع المسابقة كان في لعبة حضر مانا أنس هذا موجود